سلام عليكم إن شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا تقويمه الأسدوسي الأولي ودعمه وتوليفه صفحة اتنان وسبعون تمرين اتنان وعشرون ومالتي الفواصل في نتائج العمليات التالية ننفعنا أربع عمليات وبعد إنجاز هذه العمليات لم تضع الفواصل إذن فالمطلوب مننا أننا نوضع الفواصل في المكان المناسب إذن فناخدو أول عملية وهي سبعة فاصلة تلات آلاف واربعمائة وخمسة وعشرون مضربة في اتنين إذن اتنين مضربة في خمسة تساوي عشرة أكتبه صفر وأحتفظ بواحد اتنين مضربة في اتنين أربعة زائد واحد خمسة اتنين مضربة في أربعة تمانية اتنين مضربة في تلاتة ستة اتنين مضربة في سبعة أربعة عشر إذن غد نحسب شحلة عندي من رقم بعد الفاصلة واحد اتنين تلاتة أربعة نجيل عند آخر رقم من جهة اليمين ونحسب أربع أعدات ما أو أربع أرقام وأضع الفاصلة واحد اتنين تلاتة أربعة الان هنوضع الفاصلة هنا. ايضا نفاكى الساوي اربعة عشر فاصلة ستة الف تماني او تمانnas مئة وخمسون او اربعة عشر الف فاصلة ستمئة وخمسة وثمانون لان دائما بعد الفاصلة يمكن لي انهمل هاد السفن لتكون في اخر اه مرتبة. اه اندان فالفاصلة غد نوضعها هنا اود اربعة عشر فاصلة ستمئة وخمسة وثمانون. ثم بالنسبة للعماليات التانية وهي ستة واربعون مضروبه في سفر فاصلة صافر خمسة تساوي. اذا ما غدش نقرعوش حلقة تساوي حتى نوضع الفاصلة. اذا ستة واربعون مضروبه في العدد. اذا خمسة مضروبه في ستة تلاتون اكتبه سفر واحتفظ بثلاثة. خمسة مضروبه في اربعة عشرون زائد تلاتة تلاتة وعشرون. اذا غضي نحسب. اذا بالنسبة الاصفار فغضي نضربهم في ستة وعشرون. اضعنا الصفر اذا. فقد نحسب مباشرة عدد الرقام لبعد الفاصلة. واحد اثنين ثلاثة. قد نجي نحسب واحد اثنين ثلاثة. ثم نوضع الفاصلة والصفر اذا. فهنا ساوي صفر فاصلة ثلاثة وعشرون. ثم خمسة وعشرون فاصلة ثلاثمائة وسبعة مضربة في مئتين واحد واربعون. واحد مضربة في سبعة سبعة واحد في سفر سفر واحد في ثلاثة ثلاثة واحد في خمسة خمسة واحد في اثنين اثنين ثم نوضع نقطة او السفر اربعة مضربة في سبعة تمانية وعشرون اضع تمانية واحتفظ باثنين اربعة في سفر سفر زائد اثنين اثنين ثم اربعة في ثلاثة اثنى عشر اكتب اثنين وأحتفظ بواحد أربع في خمسة عشرون زائد واحد وحد وعشرون أضع واحد وأحتفظ باثنان ثم أربع في اتنان تمانية زائد اتنان عشر ثم نوضع نقطتين أو صفرين اتنان في سبعة أربعة عشر أضع أربعة وأحتفظ بواحد ثم اتنان في صفر صفر زائد واحد واحد منضع واحد اتنان في تلاتة ستة اتنان في خمسة عشرة اضع السفر واحتفظ بواحد ثم اتنان في اتنان اربعة وواحد خمسة ثم نقوم عملية الجمع سبعة تمانية تلاتة زائد اتنان خمسة خمسة زائد اربعة تسعة خمسة زائد اتنان سبعة زائد واحد تمانية اتنان زائد واحد ثلاثة زائد ستة تسعة ثم صفر زائد صفر صفر وواحد زائد خمسة ستة. ثم ما نحسبش حالا دي من رقم بالفاصلة واحد اتنين ثلاثة. دهن واحد اتنين ثلاثة ونوضع الفاصلة هنا. ننفع آآ الجواب هو ستة آلاف وتمانية وتسعون فاصلة تسعمية او سبعة وتمانون. ننفع فاصلة ننفعها هنا. ستة آلاف وتمانية وتسعون فاصلة تسعمية وتسبعة وتمانون. ثم اخر عملية مئة واثنين واربعون مضربة في سفر فاصلة تلتمائة وستة. دهن قنقمه كذلك بانجاز هذه العملية. ستة مضربة في اتنان اتنى عشر اكسب اتنان واحتفظ بواحد ستة في اتنان عفوا في اربعة اربعة وعشرون زائد واحد خمسة وعشرون اكتب خمسة واحتفظ باثنان ثم ستة في واحد ستة زائد اتنان تمانية. ثم السفر في العدد. ثم نضع نقطتين. تلاتة في اتنان ستة. تلاتة في اربعة اتنى عشر. اكتب اتنان واحتفظ بواحد. تلاتة في واحد ثلاثة زائد واحد اربعة. ثم نقوم عملية الجمع اتنان خمسة ستة زائد آآ تمانية اربعة عشر. اكتب اربعة واحتفظ بواحد. واحد زائد اتنان ثلاثة. والسفر زائد اربعة اربعة. لنواحد اتنان ثلاثة. نحسب كما رقم بعد فاصلة. واحد اتنان ثلاثة. ونوضع الفاصلة. اذا ان كساوي تلاتة واربعون فاصلة اربعمائة واثنان وخمسون. اذا انا اشطبوا الجواب الخطأ. لندنا تمانية عشر آآ تساوي تمانية عشر في واحد على سبعة. اذا هل هدل جواب صحيح ام خطأ. لندنا فتمانية عشر. مضربة في واحد على سبعة. لندنا تساوي تمانيت عشر على سبعة. أي 18 مقصومة على 7 إذن إذا قسمنا 18 على 7 فهي تساوي 2.57 إذن فهذا العدد مخالف لـ 18 إذن فهذا الجواب خطأ إذن أشطبه عليه ثم 18 على 7 تساوي 2.57 صحيح 18 على 7 تساوي 2 زائد 4 على 7 إذن غضي نحسبه 2 زائد 4 على 7 إذن دائما فمنكون عندنا عدد كسري زائد عدد آخر أو عدد كسري آخر إذن فغضي نطلب منها أننا نوحد المقامات إذن فالمقام الموحد هنا هو 7 إذن غضي نضرب إذن فهذا العدد اللي هو 2 هو 2 على 1 إذن غضرب البسط والمقام في 7 7 مضربة في 2 تساوي 14 و 7 في 1 7 زائد 4 على 7 إذن تساوي هنا أربعة عشر زائد 4 تساوي 18 على 7 إذن فـ 18 على 7 تساوي 2 زائد 4 على 7 لأن 2 زائد 4 على 7 وجدناك تساوي 18 على 7 جواب صحيح ثم 18 على 7 هو سبوع العدد 18 إذن صحيح سبوع 18 هو العدد 18 على 7 ثم التمرين 24 ألاحظوا الشكل وأعيدوا رسمه إذن فإذن الشكل هو هذا إذن فإذن هذا المستقيم وهو A C يوازي هذا المستقيم وهو B G إذن كذلك هذا المستقيم B B عمودي على المستقيمين إذن فإذن هنا رمزة عمود إذن هذا القياس A بك يساوي ثلاثة سنتيمتر هذا زاوية 67 درجة عفوا ثم إذن هذا الضلع يتقاطع مع في نقطة كذلك هذا الطول هو A سوي تمانية سنتيمتر إذن فإذن بأرسموا المستقيم D المار من C والموازي ل A B إذن فالمطلوب هو إنشاء المستقيم D المار من هذا النقطة S وعمودي على عفوا يوازي A B إذن أول حاجة غدين نرسم العمودي على A B إذن كنرسمه بهذا الشكل هذا إذن هذا العمودي على A B ثم غدين نرسم العمودي عليه والمار من نقطة السي إذن حدد تعامد ثم مستقيم المار من نقطة S بالتالي فهو كوازي القطعة أو حامل القطعة A B إذن فهو المستقيم D إذن فهو الموازي ل A B A B هو حامل الضلع أو القطعة A B إذن هذا هو المستقيم ثم جيم أنشئو على النقطة D بحيث يكون A B C A B D C متوازي الأضلع إذن فهو متوازي الأضلع هو A B D غدين نحدد هنا سي إذن بما أنه عندي هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم إذن فيك في أنني نمدد ها المستقيم ونقطة تقاتع مع ها المستقيم D هو النقطة D إذن يكفي أنني نمدد ها المستقيم إذن فهدي النقطة D لأنه بمتوازي الأضلع كل مستقيم كل دلعين متقابلين متقايسين ومتوازيين إذن فهب B D يوازي A D C ومتقايسين و A B يقايس C D ومتوازيين ثم أحدد قياس الزاوية E B C وأعلل جوابي إذن الزاوية E B C إذن فهدي هي الزاوية إذن إذا لاحظنا فعدنا هاد الزاوية هي زاوية قائمة لماذا؟ لأنه هاد المستقيم اللي هو B B عمودي على A C إذن فكيكون لنا زاويتين قائمتين لقياس ديهم تسعين درجة إذن كذلك هنا عدنا الرمز الكبيل يابعنا عدنا تسعين درجة إذن كذلك عدنا للاحظنا هاد المستقيم اللي هو E B كيقسم لنا هاد الزاوية اللي هي B B C أي تسعون درجة إلى زاويتين متقيستين لماذا؟ لأنه عندي هاد الغمز كيبين لنا بأنه هاد زاوية كتقيس هاد الزاوية إذن ستنتج بأنه هاد E B فهو واسط هاد الزاوية عفوا منصف الزاوية وليس بواسط الزاوية منصف الزاوية إذن فقلنا E B منصف الزاوية وبالتالي ف E B C كتساوي 45 درجة إذا نكتب لدينا B B C تساوي 90 درجة و E B E B إذن فأدنا وضعه B E إذن فهو نصف المستقيم منصف الزاوية B B C إذن الزاوية E B C تساوي 90 درجة إذن فابدلنا بالتعليل ثم أعطينا قياس الزاوية إذن يمكن لنا أننا نبدو بقياس الزاوية E B C ساوي 90 درجة لأن B B C كتساوي أفوان هنا 45 أفوان نصف 45 درجة إذن يمكن لنا قلنا نبدو ب E B C كتساوي 45 درجة لأن B B C تساوي 90 درجة ونصف المستقيم B A منصف الزاوية B B C ثم أحدد المستقيمات المتوازية وأعلل جوابي إذن فنقول لدينا أو لا نقول المستقيمات المتوازية وهي B D يوازي A C و A B يوازي C D إذن فا A B يوازي C D لأن C D تنتمي إلى المستقيم D أو لا غدين نقول بأن لأن A B D C متوازي أضلع إذن نكتب المستقيمات المتوازية وهي B D قلنا B D يوازي A C و A B يوازي C D لماذا لأن أو هذا هو التعليم لأن A B D C متوازي أضلع إذن فا متوازي أضلع إحنا حددنا النقطة D بايش غير يكون متوازي أضلع ثم التمرين آه خمسة وعشرون أحول ما يلي إلى ألف الأر إذن فا صفر فصيلة خمسة هيكتومتر مربع تساوي خمسون أر تساوي سفر فصيلة ثلاثة وتسعون ثم سبعة فاصل خمسة ديكامتر مربع آه تساوي سبعة فاصلة خمسة آر لأن واحد ديكامتر مربع تساوي واحد آر ثم مئة وتمانون متر مربع يساوي واحد فاصلة تمانية آر وتلاتة وعشرون هيكتومتر مربع تساوي ألفان وتلاتم تلاوات مئة آر إذن متر مربع اسوئ خمسهون ار. تلات وتس répون متر مربع تساوي سفر فاصل faciliter سعون سذ saw н. خمسة سابعة خمسة ديكا متر مربع سون سبع فاصلة خمسة ار. مئة وتمانون متر مربع سنوي واحد فاصلة تمانية ار وتلاتة وعشرون متر مربع تساوي الفن ثلاثمائة ار. بالنسبة لTH. ه Ukraine. التحول الى الهكتار اذا пاتلات الاف متر مربع فتساوي سفر فاصلة ثلاثة هيكتار. ثم خمسة الف مئتين متر مربع. تساوي سفر فاصلة اتنين وخمسونة هيكتار. وخمسة وتلاتون ديكا متر مربع. تساوي سفر فاصلة خمسة وتلاتون هيكتار. ثم سبعون هيكتو متر مربع تساوي سبعون هيكتار لان واحد هيكتو متر مربع يساوي واحد هيكتار. وواحد كيلو متر مربع يساوي مئة عر. جيم المتر مربع. خمسة فاصلة تلاتة هكتار تساوي خمسة آلاف. افواً تلاتة وخمسون الف متر مربع. سفر فاصلة سبعة عر تساوي سبعمائة متر مربع. تمانية عشر عر تساوي الف وتمانمائة متر مربع. ثم تمانية وثلاثون سنتيار تساوي تمانية وتلاتون متر المربع لانه واحد سنتيار يساوي واحد متر مربع. ثم نمر التمرين ستة وعشرون. صفيحة مدينية مستطيلة الشكل بعدها هي اربعة على سبعة متر وتسعة على سبعة متر. الف ما قياس محيط هذه الصفيحة بالمتر بما قياس مساحتها بالمتر مربع. نفعلنا واحد صفيحة مدينية مستطيلة الشكل بعدها هي طول والعرض اذن عدنا الطول هو اربعة على سبعة متر والعرض هو تسعة على سبعة متر. اذن فالمطلوب المحيط ثم المساحة. اذن اول حاجة قد نحسب المحيط اذن فمحيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض كل مضرب في اتنان. اذن فالطول اذن هنا هو اربعة على سبعة زائد تسعة على سبعة والكل مضرب في اتنان. اذن يساوي اذن عدنا المقام موحد لهو سبعة اذن اربعة زائد آآ تسعة سوي تلاتة عشر على سبعة ثم مضربة في اتنان. ساوي تلاتة عشر مضربة في اتنان ساوي ستة واشرون على سبعة. اذن فالمطلوب بالمتر. اذن فالبي يساوي او المحيط يساوي ستة واشرون على سبعة متر. اذن فهذا هو محيط الصفيحة. ثم المطلوب كذلك قياس مساحة هذه الصفيحة. اذن المساحة كتساوي الطول مضرب في العدد. بالنسبة لمستطيل. اذن فالطول هو اربعة على سبعة. مضربة في تسعة على سبعة. اذن ساوي اربعة مضربة في تسعة وستة وتلاتين. وسبعة مضربة في سبعة تساوي تسعة واربعون. فمساحة هذه الصفيحة هي ستة وتلاتون على تسعة واربعون متر مربع. ثم المرور التمرين. سبعة وعشرون. احدد حجم متوازي المستطيلات الذي ابعده هي الف الطول اليسوي واحد فاصل اتنين متر والعرض اليسوي تمانية دسين متر والارتفاع ساوي خمسة وسبعون سنتيمتر. فعد نحدده ابعاد حجم ديل هاد متوازي المستطيلات. للي يكون هدا هو متوازي المستطيلات للمطلوب قياس الحجم ديله. اذا فعدنا العرض وهذا قد تساوي واحد فاصلة اتنين. عفوا لها الى اه المتر وتساوي سفر فاصلة تمانية ماتر. ثم الارتفاع اهذا الارتفاع او هذا. فهو كساوي خمسة وسبعون سنتيمتر. اذا اللي يقول هدا خمسة وسبعون سنتيمتر. اه نحوله كذلك الى المتر ويساوي سفر فاصلة خمسة وسبعون متر. اذا فهذه ابعاد هاد متوازي المستطيلات. اذا فالمطلوب هو حجم ديلها المتوازي. اذا حجم متوازي المستطيلات. اذا فالحجم هو اذنى اه المساحة. مساحة القاعدة مضربة في الارتفاع او لك نقوله الطول مضرب في العرض مضرب في الارتفاع. ده ان طول هو واحد فاصلة اتنان مضرب في اولا نوضع اولا القاعدة بنفع يساوي الطول في العرض في الارتفاع. يعني يساوي طول واحد فاصلة اتنان مضرب في العرض اللي هو سفر فاصلة تمانية مضرب في الارتفاع اللي هو سفر فاصلة خمسة وسبعون. ده لغا دي نجدوه المتر المكعب. يساوي سفر فاصلة اتنان وسبعون متر مكعب. ثم نفس شيء اه حساب حجم مستطيل للطول دياله اتنان متر والعرض واحد متر والارتفاع اتنان متر ادن. نفس الشيء ادن فحجم متوازي الاضلع. يساوي الطول في العرض في الارتفاع. ادن يساوي ادن الطول اتنان. مضربة في العرض واحد. مضربة في الارتفاع اتنان. فيساوي اربعة متر مكعب. ادن اتنان في واحد اتنان. اتنان في اتنان اربعة. ثم اعبر عن الحجم بوحدة السعة التي يمكن ان يتضمنها كل متوازي مستطيلات. فبالنسبة هذه الان نضعه وفي واحد اتنان. ادن بالنسبة الفي واحد وجدناها هي صفر فاصلة اتنان وسبعون متر مكعب. ادن فالمطلب هو اه التعبير عن هذا الحجم بساعة او بوحدة ساعة. ادن فالوحدة هي اللي كنعرفه يا اما الليتر او ديسيمتر مكعب. ادن فقد نحولها الى ديسيمتر مكعب. ادن فصفر اتنين وسبعون متر مكعب ساوي اه سبعمائة وعشرون ديسيمتر مكعب ساوي سبعمائة وعشرون الليتر. ادن فنحسبوها اما بديسيمتر مكعب. او المكعب وليس المربع. او بالليتر. ثم في اتنان وجدناها هي اربعة متر مكعب. ادن فقد نحولها الى ديسيمتر مكعب. اربعة متر تساوي اربعمائة ديسيمتر مكعب تساوي اربعمائة الليتر. ادن فعبرنا على وحدة الساعة بالديسيمتر مكعب ثم بالليتر. ثم التمرين تمانية وعشرون. احسبو مساحة معينة اذا علمت ان قياس طول احد قطريه اربعة فاصلة خمسة سنتيمترات. وقياس طول القطر الاخر يساوي ثلاثة اضعاف القطر الاول. ادن فا القطر الاول. ادن فا نعدنا القطر الصغير يساوي اربعة فاصلة خمسة سنتيمتر. ادن فا بنسبة للدي اي القطر الكبير فهوك يساوي قلنا تلاتة اضعاف اي تلاتة مضربة في اه قياس القطر الصغير هي اربعة فاصلة خمسة سنتيمتر. ادن القطر الكبير يساوي تلاتة عشر فاصلة خمسة سنتيمتر. ثم المطلوب هو حساب مساحة هذا المعين. ادن فا القياس او لحساب مساحة المعين. نستعمل القاعدة. اس قد ساوي القطر الكبير مضرب في القطر الصغير ومقسوم على اثنان. او ممكن نكتبها الكتابة. القطر الكبير مضرب في القطر الصغير والكل مقسوم على اثنان. دان ساوي تلاتة عشر فاصلة خمسة مضربة في اربعة فاصلة خمسة والكل مقسوم على اثنان. ساوي هنا تلاتة عشر فاصلة خمسة مضربة في اربعة فاصلة خمسة ستون فاصلة خمسة وسبعون مقسوم على اتنان ساوي تلاتون فاصلة تلاتمئة وخمسة وسبعون متر مكعب. عفوا اننا عدنا بسنتيمتر اذا نحسبه بسنتيمتر المربع وليس المكعب لاننا عدنا المساحة وليس الحجم. بعد ما حسبنا المساحة نبغى نمر التمرين تسعة وعشرون يعطر عن قياس الاحديات بنقات وتقدر قيمة كل او كل نقطة باثنان على ثلاثة سنتيمتر اي ما يعادل تقريبا سفر فاصلة عفوا ستة فاصلة ستمية او ستة وستون ميلي متر وهذا يعني ان حداءا قياسه خمسة وتلاتون نقطة يكون قياس طوله هو اذا خمسة وتلاتون مضربة في مدرنا هنا وعندنا سنتيمتر عدنا تكون مضربة في الصفر فاصلة ستة الاف وستمائة وستة وستون تسوي تقريبا تلاتة وعشرون فاصلة تلاتة سنتيمتر فهنا عدنا نقطة او بما يعبر به عن الاحديه اذا في الاحديه اه متنفش كننجو ناخدو حد الحداء كنشوفو رقم اللي هو اه خمسة وتلاتون ستة وتلاتون سبعة وتلاتون تسعة وتلاتون اغير ذلك اربعون خمسة واربعون لغير ذلك فهي نقطة اذا فكل نقطة كتمتلين اثنين على تلاتة سنتيمتر اذا اه اثنين على تلاتة سنتيمتر كتسوي ستة فاصلة ستمائة او ستة وستون ميلي متر اذا فا اه هذك الرقم اللي كنناخدو احنا في الحداء مثلا كالقودك خمسة وتلاتون او ستة وتلاتون فماشي بسنتيمترات اذا فكل نقطة كتمتلين او حد العدد معين من السنتيمترات وهو اثنين على تلاتة سنتيمتر اي اقل من واحد سنتيمتر اذا فهو صفر فاصلة ستة الاف وستمائة وستة وستون سنتيمتر اذا ما يعادل ستة فاصلة ستمائة وستة وستون ميلي متر اذا فقلنا اه الحداء اللي الرقم اللي هو خمسة وتلاتون اذا فقياس ديالو الطول فيه هو ثلاثة وعشرون فاصلة ثلاثة سنتيمتر اذا عادل نضربوه في هاد العدد باش اعطينا باش نعبرو عليه بسنتيمترات اذا هنا هدنا الف احسب بالسنتيمتر قياس طول لحداء قياسه اثنان واربعون نقطة اذا فاك الحداء اللي الرقم ديالو اثنان واربعون غد نحسبو ليه شحال عندو في الطول ديالو من سنتيمترات اذا غنحسبو طول حداء اللي قياس ديالو اثنان واربعون نقطة اذا فاثنان واربعون مضربة في اثنان على تلاتة اثنان على تلاتة اذا كل نقطة كتمثلينا اثنان على تلاتة سنتيمتر اذا ساوي اثنان واربعون مضربة في اثنان ساوي اربعة وتمانون على تلاتة اذا نقسمنا اربعة وتمانون على ثلاثة. قد نمجده تمانية وعشرون. اذا فتمانية وعشرون سنتيمتر هو طول الحداء الذي آآ قياس نقاطه هو اثناء او عدد رقم نقاطه او عدد نقاط جاله واثنان واربعون نقطة. اذا فطول جاله واثناء تمانية وعشرون سنتيمتر. ثم بالنسبة الباء احسبوا بالنقاط قياس حدائي. قياس طوله اه مئة وستون ميليمتر. اذا فقد لدينا الطول. انا احنا نضع نحسب النقاط. نقاط حداء قياس طوله مئة وستون ميلي متر. اذا فهاد الملي bloomingتر هنحن نحن البسنتيمتر. اذا مئة وستون ميلي متر تساوي ستا وعشرون سنتيمتر. اذا ف آآ غد نجدو العدد النقات. دهن غناخده آآ هاد الطول هو ستة وعشرون وغد نقسمه على آآ قيمة النقطة الواحدة اللي هي اتنان على تلاتة سنتيمتر سوي ستة وعشرون مضربة في تلاتة على اتنان. اذن فعند تقسيم اي عدد على عدد كسري فكنضرب العدد في مقلوب العدد الكسري يعني نساوي ستة وعشرون مضربة في تلاتة نساوي تمانية وسبعون نقسمه على اتنان ثم تمانية وسبعون نقسمه على اتنان نساوي تسعة وثلاثون اذن فتسعة وثلاثون نقطة ثم نمر التمرين ثلاثون آآ جو تخونسفورم لزيكريتور آآ ديس ست مليون ايقال ديس ست مليون ثواثون ميل. دونك عنا آآ آآ اول مطلوب اولا مطلوبنا هو تحويل هاد الاعداد اذا نفعلنا المثال سبعة عشر فاصلة تلاتة مليون تساوي سبعة عشر مليون وثلاث مئة الف. دونك في المطلوب ان انا آآ نحولو هاد الاعداد هاد الشكل. دونك آآ انا كارنة سنك مليون. خمسة واربعون مليون. دونك نكتبوها. دونك كارنة سنك مليون. دونك عنا المليون عندو ستة اصفار. دونك نضيفو ستة اصفار. دونك خمسة واربعون مليون. اين مليار دوسون ترونت مليون. دونك واحد مليار ومئتان وثلاثون مليون. دون واحد مليار ومئتان وثلاثون مليون. دون نضيفو ستة اصفار كذلك. دون. دونك ديز ويت فيرقل تروى مليون. دونك يا تمانية عشر فاصلة تلاتة مليون. دونك تمانية عشر مليون وثلاثون مئة الف. ثم اربعة فاصلة خمسة وسبعون مليار وبين. اه سوستة كنز مليار. دونك هنوضع المليار ثم سبعة وخمسون مليون. دونك نعيدنا خمسة وسبعون مليون. دون كاتف فيرقل سوستة كنز مليار. اي اربعة فاصلة خمسة وسبعون مليار. دون نوضعه اربعة ملايير وسبعمائة وخمسون الف. عفوان مليون. نضيفو ستة اصفار. ثم سبعة وعشرون فاصلة ثلاثة. وبين مليار. اونك سبعة وعشرون فاصلة ثلاثة مليار. دون سبعة وعشرون مليار وثلاثمائة مليون. دائما نضيفو دلاتة الاصفار الى المليون. ثم زرو وفرقل سوستة كنز وبين ستة سان سيكون مليار. دون مدنش لن ملايير ادن سبعة وميا وخمسون مليون. دون سيفر مليار. دون سيفر. دون سيفر. دون مليين بي ستة اصفار. دون ادن ستة سان سيكون مليون. ثم بي جي كري او مليار. دونك عدنا ارقام نو كتبوهم بالمليار. بالنسبة الى هنا عدنا نحسبو عدد الاصفار. كارون تسات مليار. دونك دوز مليار سنك سان مليون. دونك نديرو اه دوز وفرقل سنك مليار. احنا مطلبنا وانا قدعوهم بالمليار. ثم نمرو التمرين. موقت خون تخونتيا واحد وثلاثون. يحتوي برميل على ستمائة وخمسة وعشرون لتر من الزيت. بيع ثلاثة على خمسة. هذه هي الكمية من الزيت. ما كمية الزيت المتبقية في البرميل بالليتر. اذا كان في البرميل ستمائة وخمسة وعشرون لتر. تبع من هاد الزيت اه خم تلاتة اخماس ديال هاد الزيت. اذا فالمطلوب شنية الكمية لماذا بالبرميل. اذا غضي نحسبو كمية المتبقية بالبرميل. اذا فالبرميل يحتوي على ستمائة وخمسة وعشرون لتر. اذا فكمية زيت المتبقية بالبرميل هي ستمائة وخمسة وعشرون لتر. هنقص منها الكمية اللي آآ بيعت وهي آآ ستمائة وخمسة وعشرون مضربة في تلاتة على خمسة. اي تلات اخماس هاد الكمية. اذا ستمائة وخمسة وعشرون مضربة في تلاتة على خمسة. اذا ساوي ستمائة وخمسة وعشرون ناقص. اذا فا ستمائة وخمسة وعشرون مضربة في تلاتة على خمسة تساوي تلاتمائة خمسة وسبعون. اذا فهذه الكمية وهي مئتان وخمسون لتر. اذا فهذه هي كمية المتبقية بالبرميل. ثم التمرين اتنان وتلاتون يزود نهر 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 سدا بمعدل اربعون متر مكعب في الدقيقة. ما قياس حجم الماء المتجمعي في السد بعد مضي واحد وثلاثون يوما استعمل المحسابة. اذا فا قياس حجم الماء المتجمع في السد بعد مضي واحد وثلاثون يوما هو. اذا فعدنا اربعون متر مكعب بالدقيقة. اذا فهذه واحد وثلاثون يوما غد نحولها الدقيقة. اذا فغنضربه اربعون في هذ واحد وثلاثون يوم بعد ما غد نحولها الدقيقة. اذا فالحجم هو في يساوي اربعون مضروبة في 31 يوما إذن قد نحولها أول حاجة للساعة إذن قد نحولها للساعة قد نضربها في 24 لأن اليوم الواحد يساوي 24 ساعة ثم قد نحول من الساعة للدقيقة قد نضربها في 60 إذن في هذه المدة هي 31 يوما تحولت إلى الدقيقة إذن فهذا الحجم يساوي إذن فالمطلوب هنا نحتاجه المحسابة ننفع أن نخذ المحسابة ونحسب هذا الحجم ننفع أربعون مضروبة في 31 وثلاثون مضروبة في 24 ومضروبة في 60 تساوي هذا العدد اللي هو واحد مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة متر مكعب إذن قد نضعه واحد مليون سبعمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة متر مكعب فهذا هو الحجم المتجمع خلال أو بعد مضي 31 يوما ثم مر التمرين 24 34 دون لتريانجل ABC سي كونتر هذا هو المتلد ABC أجو غتخوف لأوتر دي تريانجل ABC غولاتيف أو كوت BC إجو لأ نوم أش هنا مطلبنا هو إيجاد ارتفاع المتلد المقابل للدلع بيسي وغضي نسميه ب آش هذا هو الارتفاع آش المستقيم العمودي أو القطع العمودي على الضلع المقابل للرأس المار منه فغضي يكون هنا هو الارتفاع الارتفاع هو اللي كي مار من منتصف القطعة و يمر كذلك من الرأس المقابل له هذا الضلع يكون عمودي إذن فهذا هو الارتفاع إذن نسميه آش من نسب بي جو كالكول لالونغ دو لأ أتر دو آش سالشان ك لأ دو تخيانج الابس اي دو ديز ناف سنتيمتر كاري دو هنا المطلب هو إيجاد قياس هاد الارتفاع وطونا المساحة ديال هاد المثلت كتساوي تسعة عشر سنتيمتر مربع لأ 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 ه إيجاد بايش كنحسبو آآ وبيان لأ المساحة ديت المثلت إذن فكنحسبوها بالقاعدة التالية قاعدة المثلت مضروبة في الارتفاع ومقسم على اتنين دونك لاباز فو ديفزي بار دو دونك إحنا عدنا بايش رغضي نحسبو هاد دا 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 دونك آش يقال آآ اس ديفزي بار دو بان فو دو ديفزي باي ديال لاباز دونك آش يقال الارتفاع كيساوي آآ المساحة قياس المساحة اللي هو تسعة عشر المضربة في اتنين ثم مقسوم على القاعدة قياس القاعدة دنا هو اربعة دن اربعة دن فهذا الارتفاع يساوي دن تسعة عشر مضربة في اتن ساوي تمانية وتلاتون مقسوم على اربعة دن فا آش كتساوي تسعة فاصلة خمسة سنتيمتر آش يقال نفرقل سنك سنتيمتر دونك قلنا التمرين تلاتة وتلاتين ما زال ما نصاب ناش دن التمرين تلاتة وتلاتون دن المتلات او ام اش قائم زاوية في اش هذا هو الشكل اليف انقل الشكل في دفتارين دن عدنا دائرة عدنا شوية ديالها هو او اش عدنا آآ نقطة خارج هاد الدائرة ودن هو المتلات كيف ما كنلاحظو فهو او ام اش فهو عمودي في النقطة اش هنا المطلب هو انشاء هاد المتلات او هاد الشكل باق مع عدد نقط تقاطع ام اش مع الدائرة سي دن فا ام اش هو هذا كيف ما كنلاحظو والدائرة السي هي هادي دن فا عدد النقط هو هاد النقطة هادي يمكن لنا نسميها اش دن فا آآ عدد نقط تقاطع ام اش مع الدائرة السي فهناك نقطة وحيدة وهي اش دن اذا لاحظنا فهاد ام اش فهو مماس للدائرة ومكن عرفو بان مماس الدائرة كي تقاطع معها في نقطة وحيدة او يكي مر في نقطة وحيدة تنتمي الى الدائرة دن فا مكتوب المستقيم اش ام. مماس للدائرة السي اذا فام اش والدائرة السي يتقاطعا في نقطة وحيدة وهي النقطة اش. ثم اه اخر تمرين وهو التمرين خمسة وتلاتون. لن النقاط ا بي سي غير مستقيمية. وهي رؤوس لمعين. ا بي سي دي. ولمتوازي الاطلاع بي ا سي ا. وحدد كلا من الرأسين دي وا ا. اذا فهذه النقاط اللي هي ا بي سي نقاط غير مستقيمية. اذا فقلنا او كيف ما جعلنا نستمرين ان هاد الرؤوس فهذه النقاط فهي رؤوس لمعين. ا بي سي دي. اذا فالمطلوب اولا غدي نحدده الرأس دي بحيث يكون عندنا ا بي سي دي معين. اذا ننفى هاد النقاط اللي هي اه بي ا سي. ننفى هاد نقطتين اللي هي ا و سي غدي تبعده الى بي بنفس المسافة لانه جميع اضلاع المعين متقايسة. من فاضي ناخده البركار. وناخد هاد القياس هذا. وهذا نجيل عند هاد النقطة. ونحدد واحد القوس. ثم عند هاد النقطة ونحدد هاد القوس. لانه هادنا اه جميع اضلاع المعين المتقايسة اذا في التالي. غدي ناخد هاد النقطة. هادي هي الدي. وهذا هو المعين. ا بي سي دي. ندن هنا حددنا النقطة دي. ثم في نفس الوقت هاد ا و بي و سي. رؤوس للرباعي او متوازي الاضلاع بي ا 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 عندنا متوازي اضلاع. دهن غد ناخد هاد القياس اللي هو قياس. او سي. دهن غناخد بواسطة البركار. غد نجد نقطة ا اه عفوان بي. نحدد هاد القوس. ثم غد ناخد هاد القياس اللي هو او بي. نجد نقطة سي ونحدد واحد النقطة اللي هي ا اه. دهن فنعدنا اه. نكمل متوازي الاضلاع. دهن فحددنا النقطة اه. والنقطة دي. بحيط ابي سي دي معين. هذا معين. وبي ا ا ا ا ا ا ا ا متوازي اضلاع. دهن هذا هو الشكل.